السلام عليكم ورحمة الله ورحبكم أزالي الطلبة في درس جديد وعلىكم أستاذ محمد نجم النوفلي واليوم سنتحدث عن يونت 82 يونت 82 يسموه نظامها العكاسية لهي تعكس على نفسك مثلا علي علي انترديوست همسيلف علي قدم نفسه أو ستيف انترديوست همسيلف هذي الهمسيلف منعكست على ستيف يعني ستيف على نفس هزين يسمونهن reflexive pronouns reflexive pronouns واحنا يعني كل ضمير وحسب يعني مثلا انا من عندي اي اقول self من اقول she herself then do yourself موضوع جدا بسيط شوف you yourselves introduce legion introduces me to the other guest i introduces myself to the other guest هنا بس عندنا ملاحظة مهمة جدا من اقول نور introduced me نور قدمتني هنا هذا المي ضمير مفعول به المي هنا عندي ضمير مفعول به يعني هي قدمتني اما i introduced myself هذا ضمير انعكاسي فالفرق بالضمائر انه الاولى ضمير مفعول به والمي هنا ضمير انعكاسي ملاحظة مهمة جدا من يجيني فيل او ريلاكس او كونسترات او ميت هذول الافعال الاربعة ما اقدر اخذ وياهم هم وبعد افعال اخرى ما اقدر استخدميهم مي سير يعني ما اقدر اقول i feel nervous i feel myself nervous مي سير يعني من يجيك مثلا feel او ميت ما تستخدم لها المي سير تستخدم لها ضمائر اخرى تستخدم لها ضمائر اخرى خليهم ملاحظة بارك كذلك المي سير ما يقدر استخدم لها wash shave يعني wash يعني يقصل i wash myself يعني انا غسلت نفسي يعني حسل زحمة ما يصير يقول انا غسلت نفسي باللغة الانجليزية بالعربي ممكن يصير ولكن بالانجليزية ما يصير زين هسه هسه نجي نجي الى شو الفرق كايت اند جو stood in the front of the mirror and looked at themselves وقفوا ويباعون على نفسهم هما اثنين هم كانوا قاقفين ولكن من اقول كايت looked at جو they looked at each other يعني شوف من اقول each other شنو معناها اثنين هم دا يباعون من اقول يعني at themselves يعني سوية سوية فالفرق ب themselves يعني معا each other يعني واحد يباع للثاني ملاحظة 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 يعني موكلش مهمة بس غليها ببالك هذي 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 نستخدم بس اثنين اذا يعني نفس الشي مرات نقدر نستخدمهن للجواب يعني مرات بنتقول من صلح هذا الشيء انا صلحته بنفسي من هو اللي اجي بالسيارة اي كم ميسل انا جيت نفس مرات نقدر نستخدمهن للدلالة على هذا الشيء طبعا هنه بالغالب بالغالب على الضمائر احنا راح نحل على الضمائر راح نحل شوف اي ضمير اي ميسل ضمير يو يورسل الضمير لتس يعني احنا يورسل ذا فيلم عاقل غير عاقل جمال اتسال ليزا فتاة هيرسل والى اخر فالفكرة بسيطة وكل شي ما بيها اي صعوبة وتمارين راح توضح لك المادة اكثر واكثر